اختتمت ليلة أمس بمخيم أسرد للاجئين الصحراويين فعاليات مهرجان السينما الدولي بتتويج الفيلم الجزائرية الصحراوية المشترك واني بيك بالجائزة الكبرى للمخرج رابح سليماني وهذا بحضور مشاركين وإعلاميين من عدة دول أجنبك وقد تنوعت العروض السينمائية طيلة هذه الفعاليات التي تروي معاناة الشعب الصحراوي في ظل الاحتلال المغربي إذن وعلى المباشر تتحق بنا الزميلة فاطمة الزهرة بن فرجلة فاطمة الزهرة مساء الخير إذن تويج فيلم العمل المشترك واني بيك بالجائزة الكبرى لو نتحدث عن قصة هذا الفيلم أكيد زميل أسامة في هذا المباشر يحضر معنا مخرج الفيلم قبل ذلك نذكر أنه تم لأمس اختتام فعالية الطبعة السبع عشر لهذا المهرجان مهرجا في صحرا الذي يتناول القضية الصحراوية وتوج فيها المخرج رابح سليماني بالجائزة الأولى وهو الآن يحضر معنا طيب سيدي ربما كلمة حول فحوة أو سيناريو هذا الفيلم السلام عليكم واني بيك الشعب الذي يعيش أمام أرضه هو فيلم سينمائي وثائقي يعالج القضية الصحراوية ويحكي على مجموعة من طلبة مدرسة سينما بمخيمة اللاجئين اللي يصوروا مشروع تخرج فيلم تخرج تاحهم واختاروا جدار الذل والعار المغربي كموضوع للفيلم ونحن تبعناهم في هذه الرحلة السينمائية لدامة مدة سنة دراسية كاملة ومن خلال رحلتهم وتصويرهم حاولنا نصل تضوء على معاناة ومأساة الشعب الصحراوي وأيضا على النظال والكفاح والصمود لهذا الشعب شكرا لك سيدي شكرا لك على الإضاحات إذن هكذا هي كانت فهوى هذا الفيلم الذي توجى بالجائزة الأولى في مهرجان السينما في صحرا هذا الفيلم وين بيك وهو للإشارة باللغة الحسانية أو باللغة الحسانية أهلا وسهلا بك هو فيلم راجى وكذلك سينقل وسيعرض في مهرجانات أخرى دولية للتعارف بالقضية الصحراوية شكرا جزيلا لك زميلة فاطمة زهرة بن فرجلة وشكرا لضيفك تهانينا لضيفك على هذا العمل الرسالي لإبراز معاناة ومأساة الشعب الصحراوي المقاوم والمناظر من أجل تقليرها المصير شكرا لك